موسيقى مساء الخير عليكم وأهلا بكم في برنامج The Clinic من Cardio Alex 19 النهاردة معنا دكتور عصام بليخ وأستاذ أمراض القلب في القصر العيني أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا فهمي ممكن الحيك أول سعرفنا بنفسك أكثر الأحيان بك أنا عصام بليخ وأستاذ أمراض القلب في القصر العيني إحنا الجزء بتاعنا في أمراض القلب بقسم الجزئين قلب أوعية دموية أنا كان لها شرف بفضل الله إن إحنا كنا من أول أربعة أدخلوا اللي هو التكنيك بتاع فحص الدوبليكس في مصر في سنة تقريبا تسعين ده اللي هو عبارة عن دراسة الأوعية الدموية الطرفية باستخدام الموجات فقصوطية فقدرنا منه إن إحنا نقدر نعمل فحصات للشرائين السباتية قدرنا نعمل منه فحصات للدورة الدموية الطرفية نقدر شخص منه قصور في الدورة الدموية الطرفية نقدر نعرف منه قصور في الجلطات الموجودة في الرجلين الجزء الثاني من شغلنا وهو شغل أمراض القلب اللي هو تشخيص أمراض القلب اللي هي كانت زمان بدأنا كان أكتر حاجة أيام ما كنا لسا صغيرين كانت عبارة عن مشاكل الصمامات كان العيانين اللي عندنا كلمة روماتيزمة في مصر كانت عالية جدا في القلب كان بيقدي لضيق في الصمامات وهذا الضيق بنقدر بعد كده نحدد هل العيان ده يحتاج علاج دوائي فقط أو يحتاج علاج دوائي ويحتاج تدخل جراحي وبعد كده ظهر عندنا التدخل عن طريق البلونات نوسع بها الصمامات وبعد كده بدأنا الصمامات دلوقتي بقى فيه صمامات بتحط الصمام يركب عن طريق القسطرة القلبية يعني دوائي حديثا بقى فيه صمام الأورطة ممكن يركب عن طريق الصمام الأورطة أما الأمراض الحديثة بقى اللي هي ظهرت وجدت زالد قوي عندنا هو أمراض تصلب الشرايين وأمراض تصلب الشرايين دي ممكن تأثر عندنا عن شرايين القلب ممكن تأثر علينا عن شرايين السباتية ممكن تأثر علينا عن شرايين الترفية يبقى احنا هنبدأ نقول خلي بالنا يعني يا دكاترة اللي ما أنا بيجي لي عيان لازم أعرف الشكوى بتاع العيان دي هل لي علاقة بتصلب الشرين ولا وخاصة إن إحنا عندنا عدد كبير من الشباب بقى مدخنين عدد كتير من الشباب بيظهر عندهم السكر في سن صغير فيبقى نقدر نقول إن إحنا لما بيجي لنا بالذات في نوعين من الناس أول ما بيبدأوا يشتكوا بألم في الصدر لازم نهتم بيهم اللي هم المدخنين ومرضى السكر أي مريض يكون شاب أو بالذات لو كانت أنثى وتشرب سجير أكثر عرضة لإصابة بشرايين القلب عن الرجال كمان بالذات ويبقى عندنا النوع التاني اللي هم مرضى السكر طيب هنبقى نشوف الأول هو دول الأعراض بتظهر على هيئة إيه أعراض مرض شريان التاجي بيظهر على هيئة ألام في الصدر بتيجي مع المجهود وبتقف مع الراحة بتيجي مع الانفعال وتروح بعد الإنسان ما يهدأ أول ما يجي العيان يشتكي بهذه الأعراض أبدأ على طول أحطه في كاتيجوري وأخطر حاجة إن أنا لازم أستبعد إنه هو مصاب بأزمة قلبية أبدأ أعمل إيه بقى أنا كدكتور أبدأ الأول أعمل رسم القلب اوعى أبداً 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 يجي لك عيان يشتكي بألم في صدره ما تعملوش رسم القلب حتى لو كان سنه في العشرينات أو الثلاثينات إحنا بدأنا يعني لسه الزبوع اللي فات ممرض معنا في الجامعة جاله ألم في الصدر وهو موجود أثناء شغله في المستقشفة وعنده 27 سنة وطلعت إن هي جلطة في القلب ودخل على القسطرة على طول ودعمه في ساعتها على طول يبقى معنا كده إن رسم القلب هو نمرة واحد في عدد كبير مننا بيجي العياني يشتكي بألم يقول له عندك شوات برد ويطلع لا يبقى لازم نعمل رسم القلب وندوكيومنت إن إحنا عندنا إيه بعد كده إذا لقينا إن فيه اشتباه أكتر وأنا شاكل إنها جلطة يبقى لازم أعمله إنزيمات قلب وأعمله موجات فوق صوتية لو اللي اثنين طلعوا سلام بعد كده أقدر أعمله الخطوة اللي بعدها أقدر أعمله الـ exercise test اللي هو ممكن أعمله اللي هو ممكن أعمله لو ما عنديش أي abnormality في الـ exercise تمنعني إن أنا أعمله exercise ممكن ألاقي عندي مثلاً عيان عنده lift bundle عيان عنده sigma changes مش هتعوق إن هي تقدر تعمل إن أنا أعمل اللي أعمل فيبقى ساعتها أقدر أعمله أقدر أعمله أقدر أعمله المسح الزري اللي هو المسح الزري أو إن أنا أقدر أعمله multi-slice CT عشان أقدر أشخص بيها إذا كان عنده كسور فشريات تاجه إليها طبعاً دكتور إزاي أن نقدر نعالج المانفستيشن بتاع الآثوريس كولوسيس المانفستيشن اللي هي بريزنتت بإيه يعني فيه احتمال العيان يبرزنت في الآثوريس كولوسيس بـ ممكن يبرزنت بأنه ممكن يبرزنت ممكن يبرزنت بـ ممكن يبرزنت أي حاجة من المانفستيشن هنعالجها أكورنج ليها اللي بيجمع بينهم كلهم إن أنا لازم أعمل جود كنترول للبلوت بريشر جود كنترول للديابيتس جود كنترول للليبت بروفايل ولازم أخلي اللي دي اللي بتاع العيان بتاعي مدام عندي مانفستيشن للأثرس كولوسيس لازم أوصل اللي دي اللي بتاع العيان بتاعي لغاية سبعين وحديثاً قاله كمان لغاية أوصله لغاية خمسة خمسين عشان أهل الاحتمالات إنه يحصل له بمعنى إن أنا لو عملت مثلاً كاروت الدوبليكس للعيان وطلع عنده مودرة ليجن يبقى أنا مهدد إن اللي جن ده يزيد عملت مالت سلايس تي وليت عنده مالتبل مودرة ليجنز المالتبل مودرة ليجنز دول ممكن يزيده ويبقوا اجريسيف ويعملوا انفارشن ويعملوا يخلي العيان يبقى كاند لغاية أوضر لو عملت له دوبليكس وليت عنده مثلاً مالتبل مودرة ليجنز في فريقلي إيمن لو ليت عنده سوبرفيشيال فمر بلوك يعني لو ليت السوبرفيشيال فمر الأرتري اللي فريقلي ده بلوكد هبقى برضو يديله ميديكال تريتمين زي ما قلنا كنترول البلاد بشر كنترول الديابيتس كنترول الليبي بروفايل والسطوبينج السموكينج والإكسرسايز كل دي عوامل تقلل البرجريشم بتاع الأثرس كروز طيب هيفضل لنا سؤال أنا عارف إن الحادقة تسأليه دوقتي طب أعمل العيان أسطرة إمتى أعمل العيان أسطرة بقى دي دي قصة كبيرة العيان ممكن يبريزنت عندنا بأكيوت شاست بين وأكيوت شاست بين ده يا إما recent onset ويبقى ده unstable angina لو ما عندوش enzyme elevation لو عندو enzyme elevation وما عندوش segment elevation بنسميه non-stemy ولو طلع عندو segment elevation يبقى دي بنسميه الاستمي الاستمي يبقى أول option عندي إن أنا أدخله القسطرة فتح له الشريان ده على طول لو كانت الانفارشان دي واخد البترن بتاع الاستمي لو واخد البترن بتاع الاستمي according اللي بقى بنقسمهم ثلاثة groups group اسمه high risk اللي هو العيان اللي عندو ongoing chest pain ونظيم عالي والsegment depression ومدانمي ده لازم أعمل له قسطرة خلال أول 24 ساعة والعيان اللي هو intermediate risk اللي أنا بعمل له قسطرة ما بين 24 إلى 72 ساعة اللي هو البين بتاعه controllable اللي تحته مش مش ماركد الانزيم ما هياش ماركد يبقى ده الجروب التاني الجروب التالت اللي هو اللي هو أنا ما عنديش تشينجز ما عنديش رايزنج في الانزيمز ما عندي الايكو بتاعه مطلع ejection fraction فوق الاربعين يبقى أنا معناه دول باعتبرهم low risk patient دول أقدر بعد ما العيان يدخل المستشفى بالاكيوشيس باين اللي أنا شاك إن هي نانستيمي في الأول أو اللي بروفد إن هي نانستيمي أقدر أعمل له evaluation بعد كده أعمل له ثاليام أعمل له دوبيتامين ايكو أعمل له multi-slice CT وأخذ فيه قرار إذا كنت أعمله أسطرة هيجي السؤال بعد كده هو لازم كل عيان عمل أسطرة وطلع عنده lesion أو يبقى لازم to be stinted لا طبعاً لو طلع عنده lesion وبروكسمل وسيفير وطاعت وعليه thrombus containing lesion آه ده لازم to be stinted لكن إفرد مثلاً عملت أسطرة العيان وطلع عنده diagonal branch طلع عنده O-M branch صغير خلاص وهذا الbranch ممكن يمشيه for medical treatment أو لو أنا بقى وصلت العيان عندي multi-vessel disease including left main وعندي بقى very high risk patient والذات لو كان diabetic يبقى ال cabbage هي هيكون first option اللي يهمني إن الرسالة توصل لكل الزملاء الأطباء إن medical treatment medical treatment medical treatment ونقلص إن أنا يكون عندي acute event وبعد كده أحدد العيان هيعمل intervention أو لا والعيان صدقوني اللي بيعمل intervention بعد medical treatment هو اللي بيعنده أقل complication ممكن تحصل أثناء الأسطرة إحنا بنشكر جداً حضرتك يا دكتور وعلى كل valuable information حيك قدمتها للدكتورز التانية ونتمنى أن حضرتك تقضي وقت سعيد إن شاء الله ربنا وإحنا بنشكر Cardio Alex الميتنج اللي إحنا بنعتز به والميتنج ده بيلبي جميع يعني كل غرغبات الدكاترة الدكاترة اللي هي بتحتاج لشغل intervention والأساطر وكده دول بيلاجدوا فيه هنا ما يعادل الكونفرنس اللي بتعمل في أوروبا وفي أمريكا ودكترة اللي بتبعيز الجزء الميديكال فبتلاقي فيه ما يلبي off-to-date موجود عندنا Cardio Alex بنشكر الدكتور محمد صبحي بنشكر كل تيم Cardio Alex مرسي أول حضرتك شكراً سلامتو طعيفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة